على السفح الشرقي من الهرمل يقع دير مارمارون أو ما يعرف بمغارة الراهب وسمي المكان على اسم مارمارون لأن القديس كان قد هرب من الاضطهاد اليعقوبي وغادر قورش نحو لبنان وتنسك في المغاور التي طورها ورهبانه لتضم عددا من الصومعات المنحوطة والمبنية في آن الموقع الذي تحول في العقود الأخيرة إلى أقبية تعذيب للاستخبارات السورية يعاني اليوم من إهمال شديد ويكاد يكون مهجورا لو لبعض المارة والصيادين الذين يزورونه بالصدفة في حين يأمل من تبقى من مسيحي المنطقة ألا تعكس حالة الإهمال الفضيع هنا حال المسيحيين في لبنان عموما راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران سمعان عطلة أعلن إطلاق حملة ترميم المعلم المهجور أملا بإعادة نبض المسيحي إلى البقاع الشمالي نحن نرى أن العودة إلى هذا الدير سيكون عنصر فاعل في تجديد حياة الرهبانية والحياة المسيحية في لبنان وصار في مجمع بطريار كماروني حول التجدد وسبقوا مجامع أخرى المجمع اللبناني للبنان الجديد والمجمع الفاتيكاني اللي هو أمها الحركة التجددية نحن نتأمل أن إعادة الحياة إلى هذا الدير ستساهم كثير بنمو وازدهار ورنسان هذه الحياة الرهبانية والمسيحية إلا أن مشاكل عدة تعوق المضي بهذا المشروع أبرزها مشكلة عقارية تتعلق بملكية الأرض بين الكنيسة وآل دندس وورثة أسد الأشقر والتي يقول المطران عطلة أنها قيد الحل وأن المغارة هي أرض وقف تابعة بكاملها للكنيسة المارونية نعرف كلنا سوا وكل القوانين بتقول بكل الديانات وحتى بالدول بتعترف هذا الشيء أن الأوقاف لا تشرى ولا تباع بدت دل الأوقاف يعني كيف صار ملك خاص نحن ما بنعرف نحن ما رحنا اشتغلنا أو بلشنا بالشغل أو بلنا نبلش بالشغل على أرض ما قلنا حق فيها أكيد الناس هذا بدوا شيء رشين من هون هذا بدوا رشين من هون فيه مناورات يعني بس باسم شو يعني باسم شو هل هم مالكون خلينوا يفرجونا سك الملكية مضبوط فهو دي أكيد نحن معرفون ونحن حكيين مع زعماء إذا أمكن القول هيك مع القيمين على الأوضاع هونيكي المطران عطلة يؤكد أن ترميم هذا المعلم لا يشكل حالة مسيحية فحسب بل هو سيؤمن مداخير إضافية إلى المنطقة بكاملها في ظل التقدم السياحي الذي ستشهده في انتظار انتهاء الأزمة العقارية يبقى دير الراهب معلما يستحق بعض الاهتمام وذلك لما يحمله من خصوصية وقيمة معنوية لكل المسيحيين والموارنة في لبنان وهذا المشرق ومن فائدة جمة لأهالي الهرمل هيثم خواند أم تيفي